الفيديو ده جابة عملي على الناس اللي دايما بتسألني والمتابعين دايما بيسألوني هل النحاس بيصدي هل النحاس معدن آمن النحاس بيعيش الأحجار ايه أخبارها في السوق المصري هل الأحجار بيغير لونها زي ما انت شايفين معايا كده أنا هجاوب معاكم النهاردة بشكل عملي على الأسئلة دي كلها عشان طبعا من حق اي حد حابب ان هو يدخل مجال جديد او يشتغل في اي مشروع ان هو يبقى متطمن على الخامة انا جماعة محبتش شغل النحاس او شغل الاكسسوارات عموما او تشكيل السلك غير بعد ما تطمنت جدا ان المعدن ده آمن جدا في الاستخدام وكمان غير قابل للصدق ما بيصديش خالص طبعا دي حاجة مهمة جدا لان الشغل بتاعنا بياخد مجهود وبياخد تكلفة مادية فأنا النهاردة حط فلوس في الخامة اللي قدامي كمان حط مجهودي وفكري فلازم ابقى متطمنة طبعا عشان اقدر اعمل قطعة زي دي النهاردة الخاتم اللي معايا ده انتوا طبعا اكيد فيه منكم ناس متابعيني من سنين الخاتم ده عندي من اكتر من سنة طبعا هو من كذا سنة لان انا بشتغل دايما النوعية دي من الخواتم والموديل ده بالذات انا دايما بشتغله وبلبسه دايما عارفيني المحبس من الخواتم اللي دايما بنحب نلبسها وانا كمان بس تسهله في اللبس وبيبقى شكله حلو وعملي قوي في الاستخدام المحبس انا دايما اشتغله معاكم بالشكل ده انا طبعا مش هشتغله من الاول انا بس بوريكو ازاي ان انا هقدر من خاتم قديم ان انا اقدر اعيد تشكيله الخاتم طبعا انا بلبسه بقالي فترة بشتغل بيه عادي طبعا شغلي اللي هو العادي ممكن اشتغل بيه في البيت اقصد يعني مش دايما بقلعه لدايما لبساه فالله حصل ان الاحجار بتاعتي انا شغالة مع سلك نحاس شغالة بحجر الفيروز التلاتة ملي مقاس تلاتة ملي عملت المحبس ده لان بحب احجار الفيروز جدا المفروض ان الاحجار بتاعة الخاتم بتاعي او المحبس بتاعي ترحلت شوية ومش مزبوطة فالله انا هعمله معاكو ان انا هبتدي ازبط المقاس بتاعي وغير او ابدل تركيب الاحجار بالشكل ده كل اللي انا هستخدمه بس النهار ده معاكو قطعة من سلك النحاس الخمسة من عشرة او النص ملي او سلك التربيط طبعا دي مسميات كتير قوي للسلك الرفيع اللي هو شبه الخيط اللي بنشتغل بيه بالشكل ده السلك ده بنربط بيه بنركب بيه الاحجار بالشكل ده وطبعا لو حابين ان انا اشتغل معاكو الخاتم من الاول ازاي اشكلت السلك اساسا او الشاسي بتاع الدبلة او الخاتم قولولي في التعليقات اعمل معاكو الخاتم من الاول خالص بطريقة سهلة جدا هو سهل جدا وبسيط طبعا مش هياخد مجهود ولا بياخد احجار حتى ولا خمات كتير لكن النتيجة بتاعته زي ما انتم شايفين كده لكن طبعا اهم حاجة اختيارنا زي ما بقول دايما في الفيديوهات بتاعتي اختيارنا للون الحجر الحلو لان طبعا الخاتم بياخد احجار قليلة وبيبقى مميز في الايد او في اللبس فلازم اختار له احجار برضو مميزة اللي انا عملته ان انا فكيت الاحجار بتاعتي وبعد كده فكتها طبعا من الخاتم زبطت المقاس بتاعي على عمود الخواتم مرة تانية لاني كنت حابة اديقه شوية لانه كان كبير ما هدرتش الخامة بتاعتي وكان ممكن بسهولة جدا ان انا اجيب جزء خمسة سنتي او سبعة سنتي من السلك لان الخاتم ده ما بياخدش تقريبا يعني في حدود عشرة سنتي سلك اه واجيب قطعة سلك جديدة واشتغلها لكن السلك بتاعي لغاية النهاردة لونه اه لونه حلو اه ما تغيرش فاللي انا عملته ان انا اه غيرت بس في السلك من فوق لاني لازم هفوق سلك التربيط مش هينفع ان انا اشتغل به تاني اه وزبطت بس المقاس بتاع المحبس نفس الاحجار هركبها تاني انا هركب بس معاكم الاحجار لان طريق التركيب الاحجار مهمة اه بحب ان انا اعدل السلك ما بحبش ان هو ياخد ورب معايا بيبقى بعد كده مش مرتاح وممكن يبقى فاكك شوية انا بحب الشغل بتاعي يبقى متين اه زي ما بقولكو هو اه ممكن قعد سنين لابسة الخاتم انا من الناس اللي بتحب حاجتها اه ممكن قعد لابسة لحاجة فترة طويلة بتبقى حاجتي عزيزة علي وفي عمل عندي لغاية النهاردة بيقولولي اه انا الخواتم بتاعتك او الاكسسورات اللي انا بخدها منك بتقعد عندي بالسنين دي حاجة انا ببقى فخورة بيها وفي منتهى السعادة بيها لان انا بحب اعمل اه الخواتم اللي هي بتبقى مربوطة ومحبوكة كويس لان في نوعية خواتم طبعا حتى زي ما بتشوفوا كلكو في الفيديوهات الاجنبي بتبقى اه بيجيبوا السلك ويلفوه بشكل عشوائي ويربطوا السلك على نفسه وبيبقى خاتم اه حال ولطيف لكن اكيد استحالا هو اه يبقى شغل زي شغل الصياغة كده اللي احنا بنعمله مع بعض في الفيديوهات اه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده طبعا ده شغل وده شغل آآ كل شغل ودي درجة آآ متانة ولي آآ طريقة آآ انا بحب اشتغل الخاتم بتاعي اشده كويس اشتغله بشكل آآ مظبوط ومتين آآ يقعد معايا فترة طويلة او آآ مايفكش مني بسرعة يعني انا مجهود وحطيته في في مشغولة فالمشغولة دي تبقى معمولة صح وكمان آآ تعيش معي بمنتهى البساطة انا طبعا آآ الفيديو ده للناس اللي بتحب الشغل على فكرة والناس اللي عايزة تتطمن من ناحية الشغل عشان كده انا حبيت ان انا اتكلم معاكم النهاردة آآ في الموضوع ده شوية آآ ده اخر حجر معايا كده هنركبه اهم حاجة يا جماعة آآ التزبيت في الاول والتزبيت في النهاية آآ انتوا لو حابين ان احنا آآ نعملوا زي ما قلتلكم قلولي بس في التعليقات وانا اشتغلوا معاكم آآ باحجار مختلفة واشتغلوا معاكم من الاول خالص يارب الفيديو يكون مفيد النهاردة وبالنسبة لكم نتقابل على كل خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير السلام عليكم مع franc έχ прирادو من حاجة الفيديو envelope اسم ان شاء الله في وضفائع نعمل على صفحت الله للنهاية ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة